القرار الروسي أثار حفظة القوى الدولية حيث سارعت الدول الغربية بالتصريحات عن التحضير لفرض عقوبات على روسيا وأصدر البيت الأبيض بياناً نقل فيه تأكيد بايدن خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني تأكيده على التنديد بقرار بوتين والتزام واشنطن بدعم كييف وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحزم بمشاركة حلفائها على العدوان الروسي وفق وصف البيان كما أعلن بايدن توقيع مرسوم يشمل حظر الأنشطة الاتصادية الأمريكية في دونسك ولوغانسك إلى ذلك كشفت وكالة بلومبيرغ أن الولايات المتحدة أمرت بقية موظفيها الدبلوماسيين بمغادرة أوكرانيا في غضون ذلك أعلن مسؤول في البيت الأبيض عدم وجود خطة حالية لإرسال قوات إلى أوكرانيا وأوضح المسؤول الأمريكي أن المؤشرات الصادرة من روسيا تدل على التوجه نحو عملية عسكرية ضد أوكرانيا وأنها ابتعدت عن الخيارات الدبلوماسية واتهم المسؤول الأمريكي الرئيس الروسي بتسريع الصراع مشيرا إلى عدم إمكان عقد اجتماعات مع موسكو إذا اتخذت المزيد من الإجراءات العسكرية في أوكرانيا وخلال اجتماع طاري لمجلس الأمن استنكرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة توماس جرانجفيلد قرار الكريملين بنشر قوات في شرق أوكرانيا محذرة من عواقب وقيمة لأفعال روسيا على حد قولها أمر بوتين نشر قوات يسميها قوات لحفظ السلام في شرق أوكرانيا هراء نعلم ما هي هذه القوات بالفعل اعتداء روسيا على سيدة أوكرانيا انتهاك لدولة عضو في الأمم المتحدة وهو محاول من رئيس بوتين لاختلاق ذريع من أجل غزو أوكرانيا عواقب هذه الأفعال ستكون وخيمة في أنحاء أوكرانيا وأوروبا والعالم والخصائر الإنسانية ستزداد كثيرا إذا غزت موسكو أوكرانيا من جانبه دانا مندوب فرنسا بمجلس الأمن اعترف موسكو بمنطقتين دونتسك والوغانسك مشيرا إلى أنه يشكل انتهاك لمثاق الأمم المتحدة فرنسا تدين اعتراف روسيا بالمناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا هذا لا يشكل فقط هجوما جديدا على وحدة الأراضي والسيادة الأوكرانية بل يمثل أيضا انتهاكا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة لقرار 2202 لمجلزها الذي قضى باتفاقية منسك والالتزامات التي قطعتها روسيا والتي تم تأكيدها على أعلى مستوى خلال الأيام القليلة الماضية في المقابل أعلن مندوب روسيا لدى مجلس الأمن أن بلاده منفتحة على الدبلوماسية لكنه شدد على ضرورة الدفاع عن المناطق الانفصالية في وجه العدوان الأوكراني على حد وصوه اللاجئون تدفقوا إلى روسيا لا إلى أوكرانيا وقد تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من دومبس خلال الأيام الأخيرة بينهم أطفال ونساء وكبار في السن بسبب القصف الأوكراني روسيا تصديفهم وتوفر لهم مسكنا تم قصف بعض القرى والبلدات الحدودية على الأراضي الروسية يتضح أن دومبس مهدد بمغامرة عسكرية أوكرانية جديدة كما كان الحال في 2014 و2015 ولا يمكن لموسكو أن تسمح بذلك أما سفير الصين لدى الأمم المتحدة فقد حض جميع الأطراف على ضبط النفس بشان أوكرانيا وخلال جلسة مجلس الأمن الطارية دعا سفير بكين إلى تجنيب المزيد من التصعيد في الأزمة الأوكرانية وتجنب أيضا أي عمل من شأنه تأجيج التوتر مؤكدا الترحيب بكل جود للتوصل إلى حل دبلوماسي بدورها دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إلى منع اندلاع صراع في أوكرانيا بأي ثمن قرار روسيا الاعتراف بمنطقتين دونستك واللوغانسك هو انتهاك لسلامة أراضي وسيادة أوكرانيا التزاما منا بمبادئ مثاق الأمم المتحدة ندين هذا القرار بشدة باعتباره يؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي الساعات والأيام القادمة ستكون حاسبة وخطر اندلاع صراع هو خطر حقيقي وينبغي منع وقوعه بأي ثمن معنا من باريس الدكتور خلدون النبواني استاذ الفلسفة السياسية في جامعة السربون دكتور جرى الاعتراف الروسي بالجمهوريتين بحدودهما الإدارية والانفصاليون في دونباس يسيطرون على تلك المساحة أو ثلثة تلك المساحة فقط من الحدود الإدارية الرسمية للإقليميين هل هذا يلمح أو يفتح الباب إلى أن روسيا قد تسعى لمساعدة الإقليميين على استكمال السيطرة على ما قد يعلن الانفصاليون أنه جزء محتل من أراضيهم وفقا لرؤيتهم صباح الخير وأهلا بك ومشاهدي تلفزيون الشرق لا شك أن هناك استراتيجية واضحة ومحصوبة تقوم على مجموعة من الخطوات المدروسة بعناية من قبل روسيا بحيث تتجنب قيام صدمات مباشرة أو حرب يمكن أن تندلع ولكن بنفس الوقت هناك فرض للأمر الواقع بخطة ثابتة ومحصوبة مرة أخرى وبالتالي قد تكون هذه الخطوة الآن نهائية أو شبه نهائية بتصوري الشخصي أن روسيا تحاول أن بعودتها أو رغبتها بالعودة إلى الساحة الدولية كقوة كقطب ثاني أو كفعالة متعدد الأقطاب تريد أن تعيد رسم الحدود رسم حدود القوى بينها وبين الغرب الغرب الذي تقدم نحو ما تعتبره روسيا بوتين جزء من ممتلكاتها أو من امتداد الامبراطورية الروسية أو الاتحاد السوفيتي السابق وبالتالي هي تجد أن هذا الغرب الذي أراد تقاسم ميراث الاتحاد السوفيتي تقدم باتجاهها هناك يشكل خطر بدأ يقدم أجزاء من الدول التي كانت خاضعة لها في السابق وبالتالي هو يريد استعادة هذه الممتلكات لاحظنا مثلا البارحة في خطاب بوتين ذلك الاستراض التاريخي الطويل للقول بأن أوكرانيا هي جزء من روسيا وبالتالي أظن أنه الآن قام بخطوة أسرحية هذا بما يخص رؤية روسيا وتحليلها للأحداث التي تراها من وجهة نظرها لكن إذا أردنا استشراف سياسة الروس وحاولنا فهم قرار الرئيس بوتين بإعلان استقلال منطقتين وتحولهم إلى جمهوريتين كما أعلن في خطاب مسامس لماذا اختار هذه الاستراتيجية الرئيس بوتين ولم يختر التحرك العسكري بالضمها كما فعل مع القرم عام 2014 يعني هو النجح في هذا دون تدخل عسكري هو أعلن استقلالهما وكما قلت في السابق من أجل تجنب اصطدام عسكري مباشر قام بخطوات مدروسة بشكل واضح أرسل الكثير من القوات العسكرية كان من الواضح أن تلك القوات العسكرية على كثرتها لا يمكن أن تخضع أوكرانيا بالكامل وبالتالي كان هدفه واضح طلب من مجلس الدومة إصدار قرار بالاعتراف بهما كدولتين مستقلتين أو كجمهوريتين مستقلتين ثم قام بذلك ثم دفع اليوم صباحا بقواته من أجل حفظ الأمن بين قوسين بينما هو هدفه وضع اليد بشكل كامل على هاتين المنطقتين هو يقوم باستعادة ما يعتبره جزء من ممتلكاته شيئا فشيئا فعلى هذا 2018 عندما اعترف بأبخازيا وأستيا على سبيل المثال في جورجيا وهو يفعل هذا الشيء هو ضم شبه جزيرة القرم في خطوة ثانية ضم دونيتسك ولوغانسك وبالتالي هو يتقدم شيئا فشيئا يقوم بسياسة التقدم الحذر دون أن يقوم بشكل مباشر دون أن يستهلك نفسه عسكريا بنفس الوقت دون أن يقوم بخسارة الكثير من الأموال التي تتطلبها الحروب وبالتالي هو يقوم بدراسة واضحة وتوسع واضح وفرض نفسه على الساحة الدولية وفرض الأمر الواقع على العالم الذي يبدو أنه عاجز حقيقة عن اتخاذ خطوات رادعة لبوتين في مشروعه التوسعي واستعادة أمجاد أمبراطورية روسية قصرية كما كانت في السابق أو أمجاد الاتحاد السوفيتي كقطب ثاني كان مواجها للولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الأوروبي شكرا لك دكتور خلدون النبواني أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة السربون كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك